أستاذ يوستر حسين طبعا مصر كمان جزء من هذا التحالف مصر والأردن خارج منطقة الخليج علما أن الموقف المصري بنسبة لإيران أيضا موقف متحفز وسطي علما أيضا أن الموقف المصري بنسبة حتى لحرب اليمن كان متحفزا وسطيا كيف تفهم موافقة مصر على أن تكون جزء من هذا التحالف بالتأكيد مصر مع التوافق العام لكن كمصر كلا وجد نظر مبكرة جدا عندما وصل الرئيس عفتاح السيسي للحكم للدعوة لتشكيل قوة عربية قوة عربية تنطلق من المفهوم القومي المصري الذي انطلق أيضا في الخمسينيات الذي رفض الأحزاب حزب حلف بغداد وكل الأحلاف التي تتعو إليها الولايات المتحدة الأمريكية لأن هناك منطق مصري يعتمد على الوطنية المصرية وأيضا على مفهوم القومي العربية أن الولايات المتحدة ليست طرف معنا وإنما هي أحيانا ضدنا وممكن أن نرى ما حدث في العراق ما حدث في ليبيا فالولايات المتحدة بتقف على الضد لماذا لن يتم الاستماع إلى المقترح المصري ومقترح جدير بالاهتمام جدير بالاهتمام وجدير بالدعم والمساندة لأنه يملك الحل فالحل هو في قوة عربية وليست في قوة خارجية تحدد لنا من هو العدو ومن هو الصديق بالتأكيد نحن نبني استراتيجية العداء مع الدول التي تتجه نحونا بالعداء أما الدول التي نحن معها في حزام أمني إقليمي لابد أن نتوافق وأن نبحث عن المشترك بيننا وبين إيران أشار أشار دكتور عمر الحسن إذا الموضوع الحساسي في الموضوع الإيراني كيف تقيم نوعية العلاقة بين مصر وإيران حاليا؟ بالتأكيد مصر حذر جدا من التورط في أي مغامرة مع إيران لتجنب المنطقة الدخول كما قال الدكتور عمر في صراعات تقوم على أساس مذهبية أو عقائدية نحن قوة تحرر أنه تمت الإشارة إلى هذا التحالف بصفته تحالفا سنيا هذا الترح بالتأكيد هو يحمل متنقلات خطيرة نحن مع التحالفات التي تقوم على أساس تحرري إننا ننظر إلى إسرائيل ليست لأنها دولة يهودية وإنما لأنها دولة مستعمرة للأرض الفلسطينية إنها تشكل تهديدا للأمن القومي العربي بشكل عام إذلك أيضا كل القوى التي نتحالف معها نتحالف مع تلك القاعدة يعني هناك مثلا تركيا موقفنا من تركيا والآن في التدورات الأخيرة تتضح أن تركيا موقف معادي للقومي العربية والأمن العربي فعلينا أن تركيا ليست جزء من الناتو العربي علينا أن نبني تحالفاتنا على مسألة العداء ومسألة المصالحة مع الدول الصديقة التي تضمن أمننا ليست الدول التي تشكل تهديدا للأمن القومي العربي الأمن القومي العربي الآن يتعرض لمخاطر رهيبة خصوصا بعد تفكك العراق بعد داع ليبيا بالحرب في اليمن في كل هذه ملفات خطيرة فعلينا أن يكون هناك منظومة فعلا عربية تعتمد على القوة العربية وتستسمر المال العربي والخبرة العربية ولا تعتمد على طرف آخر يهددنا باستمرار وشهر بناء وعلينا أن ننظر إلى الحملة التي قادها الرئيس ترامب ضد المملكة العربية السعودية في حملة تشهير غير قادعة لأي قيم والأي اعتبارات اعتبارات انتخابية ترجمة نانسي قنقر